ينضم إلي من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات الدكتور محمد أهلا بك على القاهرة الإخبارية لعلك استمعت إلى الزميل عدنان متحدثا عن الموقف السياسي الصومالي الرافض ربما المنظمات الدولية الولايات المتحدة لاتحاد أوروبي مصر الجماعة العربية رفضت بشكل قاطع هذه المذكرة التي وقعت بين ما بات يسمى أرض الصومالة التي أعلنت نفسها دولة مستقلة منذ عام 1991 ولم تعترف بها الأسرة الدولية وبين إثيوبيا ما التهديدات؟ ما القلق الذي ربما سيسفر عنه التواجد الأثيوبي على البحر الأحمر؟ يعني مساء الخير أولا في الحقيقة هناك فرص كبيرة لمخاطر في المنطقة لأكثر من سببه هذا الأمر ولن يقتصر الأمر فقط على دول في المنطقة لكن قد يصل إلى إثيوبيا نفسها أول مصادر الخطر هنا هو الإخلال بقواعد أساسية ومبادئ يعني مهمة في القانون الدولي ومنها احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة منها أيضا الإخلال بمبدأ مهم ليقوم عليه الاتحاد الأفريقي وهذا المبدأ يتمثل في احترام دول أعضاء الاتحاد الأفريقي للحدود الموروسة كما هي وبالتالي أرض الصومال أو ما يعرف أرض الصومال ليست دولة مستقلة ولم تحصل على الاعتراف ومازال هناك دولة رئيسية مستقلة ذات سيادة هي الصومال وبالتالي ما قمت به إثيوبيا مع أرض الصومال هو إخلال بقواعد القانون الدولي وإخلال بمبدأ احترام مبدأ السيادة وإخلال بالمبادئ الأساسية التي قام عليها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا هي عضو في الاتحاد الأفريقي لكن بالإضافة إلى ذلك هناك مصادر خطر عدة أولا هذا يكرس السياسة أو يؤكد السياسة الإسيوبية التي تسعى دائما إلى تصدير وحل مشكلاتها الداخلية على حساب الإقليم على حساب الدول الجوار على حساب دول أخرى في المنطقة وأيضا إخلال بالكثير من القواعد المهمة التي تقوم عليها منطقة القرن الأفريقي منطقة القرن الأفريقي ما يزيد الأمر خطورة أن هذه المنطقة تتسم بدرجة كبيرة من الهشاشة الأمنية هناك مشكلات كبيرة في المنطقة هناك صراعات سياسية هناك صراعات حدودية هناك حركات انفصالية ليس فقط في الصومال كما تمثله أرض الصومال لكن دول أخرى في المنطقة وبالتالي هذه الخطوة الإسيوبية مع أرض الصومال إذا كانت ستنتهي باعتراف إسيوبي بأرض الصومال هذا سيمثل انتهاك ومصدر خطر كبير لأن هذا سيفتح الباب أمام حركات انفصالية أخرى في المنطقة تسعى إلى أن تحزو نفس السياسة بل ربما داخل إسيوبيا نفسها يعني ربما هذه التجربة تدفع بعض الجماعات الانفصالية الأخرى إلى محاكاة ما حدث بالإضافة إلى ذلك هناك تنظيمات إرهابية في المنطقة كما نعلم كما أشار ضيفكم الكريم قبل ذلك فأن جماعة شباب المجاهدين الصومالية كان واحد أحد من أسبابها صحيح التواجد الإسيوب في الصومال بالضبط التواجد الإسيوب في الصومال والمفارقة أن الحركة أعلنت بشكل صريح أنها ضد هذا الاتفاق أو ضد هذه مذاكرة التفاهم بين إسيوبيا وأرض الصومال وبالتالي هذا يؤشر إلى أن محاكة شباب المجاهدين قد تكسف من عملياتها وتكسف من حضورها في أرض الصومال نفسها وربما في إسيوبيا وبالتالي الأمر هنا يفتح الباب أمام مخاطر كثيرة للجميع بما فيها أرض الصومال وبما فيها إسيوبيا وهم الطرفين الرئيسيين في هذه المذكرة دكتور محمد قبل ثلاثة أيام فقط من إعلان هذه المذكرة بين إسيوبيا وأرض الصومال كانت هناك أو أعلن الرئيس الجبوتي أنه تقدم بوساطة لإجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيسين في أرض الصومال وفي الصومال أي مدى التواجد الإسيوبي وتوقيع هذه المذكرة دون مشاركة الصومال يهدد أي مفاوضات سياسية وحل سياسي مستقبلي بين الصومال وأرض الصومال يعني بالإضافة إلى المخاطر العديدة التي أشرت إليها قبل ذلك لكن هناك خطر أيضا يتعلق بالعلاقات بين إسيوبيا ودول المنطقة يتعلق الأمر باحتمالات توطر كبيرة بين إسيوبيا وليس فقط بين إسيوبيا والصومال لكن بين إسيوبيا وجيبوتي على سبيل المثال الجيبوتي هي واحدة من أكثر الدول المتضررة أيضا من هذا الاتفاق بين إسيوبيا وأرض الصومال لأنه كما نعلم إسيوبيا اعتمدت في تجاراتها الخارجية بنسبة أكثر من 95% على الموانئ الجيبوتية وبالتالي جيبوتي هنا متضررة أيضا من هذا الاتفاق وهذا سيؤثر بالتأكيد على توجهاتها وسيؤثر على علاقاتها المستقبلية مع الصومال ربما الآن تسعى إلى التحسين أو الوساطة بين أرض الصومال والصومال وهذا منح جيد لأنه نحن الآن في حاجة إلى إنهاء أيضا حالة الانقسام أو مشكلة أرض الصومال بالعودة إلى الدولة الصومالية هذا هو المدخل الرئيسي أو المدخل الأعم للخروج من هذا المأزق مأزق أرض الصومال ومأزق المنطقة بشكل عام فربما جيبوتي بالتأكيد لديها مصلحة كبيرة كما هو مصلحة في كل دول المنطقة والقوى الكبرى في المنطقة هو الحفاظ على الدولة السودانية من خلال إنهاء مشروع الانفصال أو مشروع الاستقلال من جانب أرض الصومال فبالتالي هذا ليس مصلحة جيبوتية فقط لكن هو مصلحة أيضا لكل دول المنطقة لأنه تكريس وضع أرض الصومال يعني يأتي على حساب الدولة الصومالية والآن يأتي على حساب أمن المنطقة وبالتالي أصبح هناك مصلحة كبيرة لدى جيبوتي ولدى كل دول المنطقة لإنهاء حالة أرض الصومال لكن الأمر قد يعني فيما يتعلق بالعلاقات بين جيبوتي وإثيوبيا هو مرشح للتوتر كما أيضا العلاقات بين الصومال وبين إثيوبيا والعلاقات بين إريتريا وإثيوبيا يعني علاقات إثيوبيا مع كل دول المنطقة بسبب هذا الاتفاق وبسبب سياسات أخرى أعتقد أنها تدفع علاقات إثيوبيا مع المنطقة بشكل عام إلى مزيد من التوتر ونتمنى طبعا أن دكتور محمد قد يفهم البعض أن إثيوبيا دولة حبيثة يعني يوجد لديها أي موانئ على البحر الأحمر وبالتالي من مصلحتها إما استئجار أو إما التعاون مع أي من الدول المشاطئة في البحر الأحمر للتوسط أو الوصول إلى هذه المياه مياه البحر الأحمر لكن لماذا يتم الإعلان نفهم ذلك من الشق التجاري لكن لماذا يتم الإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية على البحر الأحمر يعني هذا مرتبط للأسف الشديد بتوجهات وسياسات إثيوبية في الفترة الأخيرة وهو أن تقدم نفسها باعتبار أنها قوة إقليمية ولديها طموح للتوسع الخارجي وبالتالي هذا يضع مسألة أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر بالإضافة إلى القواعد العسكرية فهذا مرتبط للأسف بتوجهات لدى الدولة الإثيوبية في هذه المرحلة لكن فيما يتعلق بمسألة أنها دولة حبيثة وكما نعلم إثيوبية طورت رواية في هذا الإطار وسردية بأنها تعاني من مشكلة جغرافية بأنها دولة حبيثة لكن إثيوبية ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تعاني من هذا الوضع الجغرافي هناك دول عدة في أفريقيا وسط أفريقيا على سبيل المثال هناك عدد كبير من الدول الأفريقية الأخرى دول حبيثة وهناك دول أخرى في العالم ليس فقط في أسيا الوسطى على سبيل المثال هناك في أقليم العالم المختلفة هذه ظاهرة جغرافية موجودة أن تكون هناك دولة حبيثة ليس لديها منافس على مياه دفئة أو على بحار إلى آخره لكن كل هذا لا يؤسس لمثل هذه الدول أن تنهج سلوكا عدائيا تجاه إقليمها المحيط ولا يؤسس لها أن تتمنى تجاه الأمن الإقليمي صحيح الأخير ربما تعلم أن هناك ألف الجنود الإثيوبيين يتوجدون في جنوب الصومال تأمين لهذه المنطقة ربما اتفاق بين الحكومات في الصومال وإثيوبا أي مدى أي خلاف في العلاقة أو أي توتر في العلاقة بين الدولتين يؤثر طبعا على الجنوب الصومالي وانسحاب القوات الإثيوبية التي تؤمن المنطقة هناك يعني هذا أحد السيناريوهات المحتملة بشكل كبير الحكومة المركزية الصومالية يعني بدأ استدعت سفيرها من إثيوبيا على خلفية هذه الأزمة لكن بالتأكيد قد يتطور الأمر إلى سيناريوهات أخرى منها يعني إخراج القوات العسكرية الإثيوبية من الصومال لأنه قد لا يكون من المنطقي في ظل حالة التوتر أن يسمح بقوات عسكرية إثيوبية موجودة على الأراضي الدولة الصومالية فهذا بالفعل هو واحد من السيناريوهات وربما الأمر يتجاوز أكثر من ذلك لأنه ما قامت بإثيوبيا يمثل اعتداءا على السيادة الصومالية والمفارقة أن هذا الاتفاق حدوده أو قد لا تقتصر فقط على المحيط الإقليمي يعني كما نعلم أرض الصومال هي واحدة من الدول المحدودة جدا ربما تكون وحيدة التي لا تلتزم بمبدأ صين واحدة تعترف بطيوان كدولة مستقلة وبالتالي هذا قد يؤثر حتى على علاقات إثيوبيا بالقوة الدولية ومنها الصين فما أريد أن أقوله أن هذه القطوة من جانب إثيوبيا تنطوي على مخاطر عدة سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي أو على حتى مستوى المبادئ الأساسية المنظمة للقانون الدولي والاتحاد الإفريقي شكرا جزيلا دكتور محمد فايس فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا لك على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر